إذن لذلت هذه الليلة التاريخية تطفي حضورها وأسطورتها واستثنائيتها على قلوبنا واجدنا وعقولنا ومن ثم معنا اليوم دكتور مصطفى إسماعيل رئيس معمل صيانة المميوات بالمتحف القومي للحضار أهلا بك دكتور مصطفى نحن صيانة زهرتك حريك كنتم موجود في الموكب كنتم موجود جوة عربية تحمل ممية من المميوات الـ 22 في طريقك إلى متحف الحضارة كنت أني ممية فيها ممية الملك العظيم شرفت بحضوره الملك رمز الثاني فعلا طب وإحنا معنا صورك داخل أو صور زملائنا كمان أنا وزملائنا الفريق كله كان موجود طب عايزين نبدأ من اللحظة دي ونسأل عن شعور دكتور مصطفى إسماعيل وهو المسؤول عن حفظ وترميم المميوات ونقلها لمتحف الحضارة في اللحظة دي والعالم خارج هذه العربة يعني منتظر ومتشوق ومتربس ومترصد وإنت مع الممية جالسة بمفردك هو رقم واحد أنت حاسس بفخر كبير جدا 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 وخاصة أنت قدام يعني في حضور ملك عظيم رقم اتنين الصعوبات كلها مرت قدامي من 2017 أنا عملة تمشي وأمسك نفسي لغاية تما وصلت قبل المستشفى بتاعت الأسر العيني ما قدرتش أمسك نفسي بكينت ما بس أل زميلي كلهم ويقول لي أكسهم بلاحنا مش عارفين يمسك نفسنا التعب والآه ده جوه العربية في الملك رمس السي الثاني إحنا كنا جوه العربيات بهدف طبعا استكمال الخطة بتاعتنا دي إيمان دي إيمان جوه العربية برضا ده التيم كله اللي كان جوه العربيات التيم الستة ومعنا برضا كان في عيد مطحف المصري ليه ناس دي رقب الموكب أساسا عشان حركة اللي هي الخطة بتقول إن إنت ما تيجي تمشي لازم أن تبقى متحكم في الحركة نفسها معك أجهزة رصد مفيش أي خطأ مفيش إحنا طبعا عملينا التجربة دي آخر شهر بس أكتر من 18 مرة 18 مرة وكملة اخدتوا الطريق رايح جاي بإسمها إيه السنة دي نفس الحملة هي فضية بس نفس الحملة وإن إنت تاخد الكصة عشان تعرف الريزق بتاعك طبعا الكلام ده تعمل قبل كده في اللي هي في السنة وثمان شهور بتقول دراسة لكن إما تعملها عملي بتبقى أكتر لأن كان فيه تمهيد طرق فبالكو سنة وثمان شهور بتبقى دراسة ليه كان فيه 2017 أه سنة وثمان شهور فقط نحكي لنا كيف تم هذا العمل العظيم يعني إزاي أولا ده أول مرة تتنقل المميوات مميوات إحنا كنا ننقلهم زمان من الصعيد إلى القاهرة عبر يعني السفن وغيره والبواخر إحنا هنا أصد مشهد تاني خالص ومختلف كليتاً وإنت بعتبر أن إنت رئيس ما عمل صيانته المميوات فضعا الدكتوراه بتاعتك في الموضوع نفسه قولي ما هي المراحل اللي إحنا عبرنا بيها حتى هذه اللحظة تمام المراحل من البداية خالص بدأنا الحمد لله فضو معنا من 2017 بصفة إنت ما لمتش بقى لك الدقيقة أنا ممكن داخل في شهر أو يمكن أكثر بالنم ساعة أو ساعة فعلا أنا افتقبت هتنم ساعة بل ما تيجي بس يعني بغديرك تازم المطحب صعب أنا جاي منفضة طيب صعب منفض المميوات إن إنت تطلحها من الكابسولات النيتروجين وإنت تتعامل معها إزاي وإنت إزاي تتخرج أساساً والمسقات اللي إنت بتلبسها عشان نسبة النيتروجين اللي جوه الكابسولة تسعة تسسين في الوانت تسعة تسسين مميوة يعني نقية جداً فإنت لو فتحت مرة واحدة أو كده كده في معامل اتزام بينها وبين المميوة ده كانت ضرر هيبقى عليك أنت لأن نسبة الأكسوجين لو قلت في جسمك هتأثر على مخي أنت بتموت فلسباً دي برضك من ضمن الخطأ دي حضانة اللي هتخل فيها دي الحضانة اللي هتستقبل الأممات الملكية طبعاً هي كانت لسه غير مجهزة يعني والنيتروجين بيعمل إيه بالزبط للمميوة يا دكتور؟ النيتروجين بيعمل حاجتين رقم واحد أنت بتوقف أي نشاط تلف ميكروبولجي تمام يعني إيه؟ يعني بتحوله من أنه هو نشاط لأنه هو واقف ما يشتغلش ليه؟ لو هو نشاط إيه اللي بيحصل؟ بيحلل الأجزاء أو مكونات المميوة فأنا رقم واحد بالنسبة لي مش عايز أي تلف ميكروبولجي تمام؟ طب هل كل الكائنات الحية الدقيقة تتنفس الهواء؟ لا اللي هيوقف أو يتحول للكلام ده اللي هو بيتنفس الهواء بس طب اللي لا يتنفس لازم أن أشوف له طريقة تانية إيه هي الطريقة التانية؟ إن أنا أتحكم في معامل الترتيب نفسه أما يوقف يعني إنت لو ما عندك شيء بتقدرش تاخد النفس كويس ورطوبة وحرارة وتغذية إنت هتموت هو ده كان هدفنا إن أنا بتعامل أولاً لأنه كائن حي بتحيط كل الكائنات حوالين الممي بالضبط ما تخلوش انشاط خالص اللي أنا مسكو في إيدي ده ده اسمه الانانيزر ده بيقصلي نسبة الأكسجين اللي جوه كل كابسولة إيه أنا هدفي إن أنا أوصل نسبة الأكسجين جوه الأو بوينت سري أو أو بوينت توم يعني فعلاً إن ما يكونش فيه أكسجين قلص هنا بقى بيتزبط درجات الحرارة ورطوبة ومعامل الترتيب وكل شيء من الجهاز ده الجهاز ده إحنا طلبناه خصيصاً من إيطاليا ده طبعاً دي أفضل شركة تعتبر في العالم في المجال ده إنه مجال الناتروجين لكن إنت عايزه بالمواصفات بتاعتك بناء عن إيه؟ بناء عن حالة الملوك بتاعتك هو الترتيب في قد إيه؟ لأن إنت لو دخلت أي معامل غلط إنت هتأثر بالسلب فلازم أن تكون محسوبة كويس قوي دي اللي أنا مسكها في إيدي دلوقتي ده ده حاجة اسمها فالف فالف يعني إيه؟ يعني حاجة بيحط فيها الخرطوم اللي هو داخلي من الناتروجين من الجهاز بيتحكم لي في انتسابية دخول الغاز داخل الأمبوبة دي داخل الغلاف بتاعي ده لو مش متحكم فيه هيبقى الضغطي قوي هيعمل لي انفصالات لجسم الممي لكن حتى دي كمان دي مدروسة اللي هنا بقى الناس برا لازم أن تفهم أو تعرف أن التقنية دي مش مجرد غلاف التقنية دي عبارة عن ثلاث حاجات في حاجة واحدة رقم واحد هيكل تدعيمي يعني إيه هيكل تدعيمي؟ يعني وحدة بتستقبل جسم المميوات بتاعتك تمام؟ وبعد ما تستقبل الجسم بتاعك بتنزل لمستوى معين تمام؟ طب المستوى الباقي هو مستوى امتصاص صدمة وبتاخدها تنقلها على السرائر الباقي لأن انت عندك ثلاث أربع سرائر زائد النتاحة السرائر دي في مواد مصة وبتنقل الصدمات طب ليه الكلام ده؟ كل ده عشان تحافظ على الجسم المميوات عشان لو لا قدر الله حصل صدمة في أي حاجة ما تتأثرش جسم المميوات دي رقم واحد كده نحن دي إسا ما عملاش حاجة انت عندك ده الملك رمسيس التاني على فكرة ده أصعب مميه في التغليف ليه بقى؟ بص انت حدك شايف الإيد دي؟ الملك عامل كده بص دي حتشوب صوته ارجع تاني؟ دي مش حتشوب صوته الملك رمسيس التالي بتاني؟ نرجع للصورة اللي فات في جماعة بص يا فنة بص لي كده اليد عاملة كده فدي حركة ايد ده أصابع لازمة تتحكم فيها هنا في حركة مختلفة الكتف ده مرفوع عن الكتف ده أي حركة غلط أثناء حركة النقل أو التغريف يكسر الكتفين يكسر الكتف ولكوع بتاعك زي دنينة نازلة بالشكل ده برضا لو في أي عدم تحكم وتوزيع الحملة بشكل مش مزبوط هيحصل كسور في نفس الوقت الملك مش ميت معدول لأ الكتف ده أعلى من ده فهعمل كده فقدي حركة خمسة أو ستة الوسط نفسه فيه مبعاج الرجلين فيها حركة مش مزبوطة يعني حركة فيه تجويف بالضبط فكان المومية دي بالذات من أصعب الموميوات في التغريف ومن أصعب الموميوات في الدراسة ومن أصعب الموميوات إن أنا عايز كل حاجة أعمل لها تغريف وحملها بشكل منفصل ما انفعش اللي يبقى فيه اتصال في الكلام ده كله فعلا؟ طبعا وناخد الأحمال دي كلها ووزعها من بره الصندوق مش داخلي ده رقم واحد ده هو الإبتكار تاني حاجة الغلاف اللي حضرتك شايفه ده المعدل طبعا هو ده اسمه اسكنشيت ده معروف من التمنينات كويس كده لكن أما جينا نطلبه من الشركة الإيطالية طلبت إن يكون معامل الأمام بتاعه يعني التلات أضعف ليه؟ ليه بقى؟ رقم واحد بيعزلي عزل تام خارجي عن دخلي يعني الهوى والحرارة والترتيب اللي جوه اللي بره عن اللي جوه خالص طب ده يعمل لي إيه؟ يخليلي إن البيئة اللي جوه دي استابل سابتة مفيش أي حاجة تمام؟ طب هل ده بس كده؟ لا الجهاز نفسه بيعمل لي حاجة اسمها بيدخل لي ترتيب يعني إيه؟ كل إنسان ليه نسبة محتوى مائي لو قلت في الجسم يعني إيه محتوى مائي؟ يعني نسبة مية في الجسم لو قلت بيحصل الجفاف صحيح طب إيه مشكلة الجفاف؟ إجهادات إجهادات يعني ضعف تكسير في السلاسل الجسم عبارة عن سلاسل بروتين لو تقصرت إيه اللي يحصل؟ يحصل إنه أول حاجة شروخ بعد كده يحصل انفصال أجزاء فلازم أن رقم واحد إن أنت ما بتيجي تعمل ترتيب للغاز إنسان عشان يتحول لموميا بنعمل حاجة اسمها جفاف أو تكفيف يعني إيه الكلام ده؟ يعني باخد الجسم بتاعي أحطه في ملح ناترون فطبيعي جدا إن بيبقى فيه بقايا من الملح جوه الأنسجة طب لو الرطوبة بقى وإنت بتحقن الناتروجين وفيه رطوبة عالية طبعا مية مع ملح تكون محلول ملحي طب المحلول ملحي ده بيعمل إيه؟ رقم واحد الراتينج اللي هو العزل اللي هو طبقة العزل دي بتتحلل الطبقة البروتينية تتقسر فإذاً إنت بتعمل ضعف فلا زمن ولا أعلى ولا أوطى يكون في نفسها مستعمل الحالة بتكلم بيها دكتور والدقة المتناهية والعلم يعني الماهر اللي بتكلم بيه والأجهزة المطلوبة والنتوجين المعدة أقول برضو العالم المصري اللي عمل التحنيط ده مش بس كده بص الصورة دي حضرتك احنا كمان كان عندنا عايزين نعمل يعني عدد معين في وقت معين تمام؟ عدد مميوات معين بالظبط فإحنا كمان خلينا نعمل حاجة اسمها وصلات متعددة للمميوات يعني بحقن ثلاث مميوات مرة واحدة وطبعا ما عشان تكسب وقت لان انا جالي طبعا انا بعمل خطة بتاعتي بيتقالي انا عندك الوقت بتاعك التاريخ بتاعك كذا فانت بتشغل التكلف بتاعك او دينيتك او تتظبط نفسك بناء على تحليل الدراسات على الوقت ده فكان افضل حاجة للكلام ده كله وتدي بشكل علم كويس التلاث مستويات بالنسبة لي فتحقن اول واحدة بيتحقن التلاثة مع بعض والاناليزر اللي هو الجهاز اللي حضرتك شفته اخر واحد لو قست خلاص O.2 يبقى كلهم O.2 ترجع دي شيك مظبوط خلاص الدينة تمام نيجي بقى في معامل ثالث تلمنا وانت ماجستير في الصيانة المميوات ودكتوراه في صيانة المميوات انا كمان في الماجستير ربنا كرمني وعملت ابتكار جديد خالص ان انا ازاي اقدر احافظ المميوات من غير اساسها الناتروجين من غير اي حاجة ان انا بس العب انت شفت حضرتك كنت منت شوية بقولك المحتوى المايل في جسم الانسان لو زبطتوا عند مستوى معين في الخلايا ومعليش ولوتي مش هيحصل اي حاجة معليش مت متخشي كوية اثار ليه اخترت القسم ده؟ حب في الترميم او الاثار بشكل عام او في الاثار بشكل عام اللي هو هنا الترميم ده بشكل عام لو انت مبتيجي تدخل الجامعة بيعمل لك اختبار بيبقى فيه ثلاث كلياتي القسم الوحيد اللي في اختبار هو قسم الترميم يعني فعش تدخل اي قسم طبعا ممكن تدخل اقسام الباقي لكن الترميم عشان تدخله تعمل اختبار لا تنجح لا تسقطوا بفلوس عشان انت تتأهل بنحبك الشيء ده فالحمدلله عملنا الكلام فالفلوس توصل في التقديم اه تقديم اه 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 دي مومية حتشبسوت على فكرة وهنا التناول حتى مختلف خالص ليه بقى مختلف خالص؟ كان زمانا ما بيجي يشيلوا الموميوات بيشيلوهم من منطقتين بس فكان الموميوات بتنفاصل منهم لكن بالدراسة وجد اني لازما اوزع الحمل زي ما حضرتك شايف كده على الاطراف ومش على الجسم نفسه لا انت الحمل على الاطراف بتاع المادة التايفك نفسه طب ليه استعملنا المادة دي كمان؟ المادة دي مفهاش اي مجال للكهربا يعني ايه؟ مفهاش شحنات طب هيفيدني بايه؟ هيفيدني مدام مفهاش شحنات مش هتعمل اتصال بين الجسم فيقدر ان انا استعملها وفي نفس الوقت متطلعش شعر ما يطلعليش شعر، ما يطلعليش جلد ما يطلعليش كذا فسوأهل دا ياسمه مرحلة ايه؟ الفحص لا د دي اخير حاجة ده الكابسولة ده دي مرحلة ده وتداخل الكابسولة ده ده كده بانا قلت الحضرتك وما تلت مستوات الكابسولة نفسها تلت مستوات ده اول مستوة احنا لسه في اول مستوة ده احنا كده اول مستوة في اول مرحلة ادراسة بالقولك ادراسة لوحدها سنة و8 شهور كنا منوعة الثلاث ساعة اثنين وثلاثة بالليل مفيش يعني انت بتموت يعني انت قاعد في المعامل بتاعتك كده انتهت المرحلة اولى ده دي المرحلة الاولى من الكابسولة من الكابسولة بعد كده المرحلة بيحصل ايه المرحلة دي انت بتقهل بقى ده رمسيس ولا ده ده الملك الحد شبسول ولو حضرتك خدت بالك بردك ان اليد مرفوع لان الناس معتقدة ان الملك رمسيس التاني فقط اللي اديه في كلام انت عندك اكتر من موميا ملكية فيها الجزئية دي وكان بالعلم يعني اثبتنا ان الاتنين عندهم تصالب شرايين تبقى للمنشور حتى الجزء العلوي هو فيه مفصيلات متعددة هزوني محدش قرب من الموميوات القرب اللي انتو قربتوا منه لا ده انا هوري حضرتك في الفيديو قصة تانية خالص يلا نكمل بقيت الصور عشان نروح للفيديو يا جمع هنا دي اعمال المعينة دي اول مرحلة خالص ازاي ان انت اساسا تشوف التوزيع بتاع الشروخ ماشي ازاي فين المناطق ان انت تقدر تتصل بيها وتقدر تتعامل ان انت ترفحها ايه مول وماشي اللي بنلف بيه الموميا ده كتان اصلي على فكرة ده الكتان اللي لقناه في المجبرة بس تم فك اللافايف دي ده كتان ده عمره من عمر الحضارة كلها من عمره من عمر الموميا نفسها المشكلة ان احنا سنة 1886 المكتشف تم فك اللافايف في في متحف بولاء فاحنا ما جينا دلوقتي مش طبعا مش انا اللي قمت بالدور ده ده زميلي اللي قابلي خدوا البقايا اللافايف ده وابتدوا ان هما ايه يعيدوا اللافايف ده اللي قدام حضرتك دي دي اخر مرحلة في التجريبي شفت اللي احنا شفناه ده كله في الكابسولة دي اخر حاجة والعلم ده هو ده كده خلاص انا كنت افضل ان احنا نغطيب علم فرعوني كده وفيه اثار لانه ده بفكرنا مواكب الشهد العظام طبعا لكن احنا في مواكب حضاري اخر لكن يعني لا بأس هردها لحضرتك انا صاحب الفكرة دي ليه بقى رقم واحد انت اي حد فينا لو مجرد بس ان مصر كسبت ماتش بيعمل ايه بتلاقي لابس العلم وماشي ليه انتمائك قوي بينك وبين وطنيتك اشحال ده بقى ملك حكام مصر وعمل سياسة داخلية وسياسة خارجية بادة يعني عظيمة جدا هو اساس الحضارة ازاي ما يطلعش من غير علم وبعدين لا يطلع لابوك ان نمسوا على التعمل سيكن نلفوا في مش بس المنطق الوضعي واضح مش بس ان انت اللي بتشوف او مصر بس اللي بتشوف العلم كله بيشوف فاحنا بنقول للعلم كله ادي مصر وادي جدودنا واحنا بننقلهم في عالمنا اللي احنا بنقدسهم احنا ما جينا طلعنا كلنا بعد والحمد لله وصلت بالسلام كلنا اول حاجة عملنا ايه كلنا بيلا اسسنا لبسنا لعلام مصر ليه انت انتمائك من جوه عارف ان كيانك ده حدث عمره ما حصل واول مرة في التاريخ تتنقل موميا ملكية جوه الناتروجين بالوحدات المتعددة حتى يعني زمالين اللي جانبا ما جووا مكلمونا طب انتو عملتوا ايه جديد واحنا عارفين التقنية قلت له انت عمرك نقلت موميا بالناتروجين قال لي نعم انتو عرفتها طلقا عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا الناس حتى اللي هما جابوا لنا الجهاز بتوع الناتروجين بيعطينا بغرقية تانية وشكر ولو عايزين اي اجازة اي حاجة احنا هنديلك فول فري طب انا اقتنعت بلا فهب عالم مصر خلاص تعال هتشوف الفيديو بقى ايه المشت ده برضو في استمرار المعاينة الاولية ده المعاينة البداية ده برضك نفس المميوات المتعددة ده سيتي الاول ملك سيتي الاول ده الملك سيكن الراع معاينها مبدئية ده الملك رمزيس السادس 187 قطعة تمام كان 187 قطعة ودي البقاية بتاعته ده في المعاينة برضك الاجزاء بتاعته الملك اللي بنحطه بالتالت وكان 177 قطعة ده الملك سيبتاح وكان منفصل الراس والايدين ده عملية تجميع الراس والايدين ده عملية الترميم با وخلاص هو كده في مراحل التجميع بتاعته احنا كخلاص يتجمع وده بتكنيك المصر القديم فقارني اقولولك دي زمالي طبعا في الترميم احنا كده شغالين ترميم بنجمع كده انت خلاص عملية العملية التهيئة بتاعتك انت كده داخل على الملك رمزيس السادس بتجمع الأجزاء بتاعته تبتدي ان انت تجمع وتشوف المناطق قوة والضعف لكل حتة او الهيكل الداخلي للجسم بتبدأ ان انت تعمل عملية التدعيم بالموابط على المصر القديم دي القدمين وانت جمعت القدمين كده بتجمع الراس كده برضك شغال في عملية التجميع كده خلاص التجميع النهائي ده شكله وهنا بنعمل سيت سكن ليه قبل وبعد دي العملية التجربية الكابسولة او ازاي هنعملها ودي ده جرحة المهمة لا ده احنا لسه كده تجريبي ده بداية بقى هنا ده الفعل بقى هنا نعمل عملية سيلنج قفل الكابسولة نفسها هنا بنحط مجموعة الفلفات والخارطين بتاعتنا عشان نتحكم في نتروجين هنا كل موميا بتغير النتروجين ونسب بتاعتها بتبقى لحالة الموميا هنا بتزبط الفلفات عشان الضخ بتاعك هنا بتقفل السيلر بتاعك عشان الوحدة كاملة هنا بتدت الحمد لله فضل ما عندنا بناك كابسولة كاملة هنا قبل النقل بقى ده يوم ارجع معلش قبل يوم النقل انت هنا رقم واحد لازما تفتح طبعا احنا بدأنا العصر احنا جينا يوم الجمعة العصر ليه بقى عشان رقم واحد تعاين زي ما احنا شايفين كده كل الموميات تفتح الصندوق وتبتدي تشوف الكابسولة بتاعتك وصلت لفين فالحمد لله فلا من عندنا كانت نتيجة مبيرة تشوفت حضرتك الضغط ده اللي انا عملا اضغطه الضغط ده بص الكابسولة حضرتك بتعمل ايه تضغط تدخل معك تسيبها تتنفخ تاني ليه بقى الكلام ده تدخل يعني تضغط دخلت معك تسيبها تتنفخ ده معناه ايه معناه ان جوة الكابسولة مفيش اي ضغط خالص على الجسم بنقرر كده من المالك رامسس تاني ده المالك رامسس تاني والنهاية بتاعته اللي هو الفينش بتاعه ده عملات التدائم اللي قلت لحضرتك عليها وقف هنا شوفت الشخص اللي هو واقف ده ده عربية النقل ده لسه طبعا في مرحلة التجهيزات يعني انا هنا وظفت ايه هنا بقى ان اتأكد ان الهاوسينج اللي جوة طبعا هو الموميا بتبقى في سرير مدعمة ثم كابسولة ثم كافرينج هو ده الجزء التالت عشان الكابسولة ما يحصلش انفجار وفي نفس الوقت ما يحصلش اي اهتزاز او تتحرك للسرير اللي جوة ثم تدعم للسندوق اللي جوة كله ثم ده يتاخد يتحط فين في هاوسينج جوة العربية فاحنا هنا في مرحلة ان احنا نعمل هاوسينج والهاوسينج تتحكم في الاهتزاز والحركة يعني مش بس هاوسينج انا معنا بيت يعني بيت بالضبط كده يحط اكاين الصندوق شفت اما بتجيب موبايل بتلاقيه في كافر مقفول عليه هتقصر على جسم المومية وخاصة ان جسم المومية هو اتنقل كذا مرة اتأثر كذا مرة فانت عايز سفر اهتزاز زي دين انت عامل الكلام ده كله في الصندوق لكن انت بتأمن بالعربية نفسها فهنا المرحلة دي هنا طبعا ده البروفينا ايه اوه فينا ده الفريق اللي هيبقى في الموكب واحنا هنا مهمتنا ان احنا من ثلاثة العصر بنبدأ حنشتغل بقى انتو كده يوم الجمعة ولا كدت يوم ايه بقى اه يا زي من يوم الجمعة مع انتو في جزء في جزء السنديق وازاي دخلت السنديق وتحركت وتحطت قدام طب وانتو يبسين زي موحد يا دكتور هنا بيبدأ يحط الاعلام بتاعتنا اعلام مصر ده التيم كله بيبتدي يحط هنا حركة النقل اوفينا دي تحية برضك واجلال للعمال المدربين معانا من المتحف المصري اه واحنا كان فيه تعاون مشترك بين المتحف المصري ومتحف القوم الحضارة المصرية ازاي يتناول ازاي كل مقبض ليه عملية معينة اللي احتزازه الحركة حتى ما بتنزل صندوق او في التناول بتاعه لازم ان يكون مستوى واحد لان اي حركة تخلل هتأثر على الجسم الداخلي حتى دي كانت مدروسة احنا عملنا المناورة دي انا فاكر اكتر من 50-60 مرة على سنديق فضية ثم سنديق ليه احمال ثم نجيب موميوات ريبريكا لنحط فيها عادنا شوف طويل جدا عشان يطلع الحدث بالشكل ده ايه اصعب بقى موميوات شفتهم في 22 مومية في كل المراحل اللي انت اشتغلت على الموميوات فيها ترميم ولا تغليف ولا ايه بالزبط اختار اللي انت عايزه لو في الترميم اصعب مومي على الاطلاق الرمسيس السادس وهتشوفها في انت شفتها في الفيديو يلا يا جماعة نبدأ بالفيديو مع بعض رمسيس السادس اصعب مومي دي هنا بنعمل خلاص اتحطت وده التيم اللي شارك هنا المشاية ازاي احرك الاسر بتاعه هنا بنينزل جوالهاوس الجلبيت بتاعه اللي في العربية نفسها هنا نزلنا الحمد لله خلاص هنا بقى خلاص احنا خلصنا السبح الساعة اوقف هنا معلش 6 وربع الصبح تمام 6 وربع الصبح احنا يا دوبك روحنا طبعا الحرس الجمهوري استوليهم الموكب روحنا يا دوبك غيرنا بس وروحنا ايه راجعين تاني على الساعة ناشا ومص ابتديه ان احنا نشوف اعمال المعاينة بتاعتنا والتزبطات والحمد لله ثم انطلق الموكب ثم بقى جو الموكب نفسه نشوف الفيديوهات مع بعض هراجعين بتقولي انه اصعب مومية مثالية الترميم كانت ايه اصعب مومية في الترميم على اطلاق مومية المالك رمسيس السادس اصعب مومية بقى في التغليف وتوزيع الاحمال بتاعتها المالك رمسيس التاني هنا بقى دخلت المدحف المصر مدحف الحضارة هنا بقى بقى فوق ثانية هنا بقى خلاص انت دخلت عندي الحضارة بعد الموكب على طول تبدأ ان انت تشتغل تبدأ ان انت الحمد لله زي ما انتم شايفين الكابسولة كاملة الحمد لله وهنبدأ ان نشوف المومية نفسها اتفضل هنا تقف هنا بقى الشكل الجسد كامل والحمد لله الزراعين لو حضارك باخد بالك الحمد لله فيش اي تأثير ما فيش اي حاجة ده يضل اللفاء في البيضة دي المحطوطة دي ده كلها بلاستيسنا المواد دي رقم واحد ما فيش اي مجال قارابي رقم اثنين خالي الحموضة رقم ثلاثة ناسيجي بتشير خمسمائة كيلو توصل يعني طبعا كل مومية من خمسين لسبعين كيلو لكن انت بتجيب بتضاعي في العملية عشان تدي اعلى معدل امان اتفضل طبعا هنا طبعا الملك نفسه انت هنا فكت اللفايف خلاص الملك اهو بنبدأ نشيل الوحدات التدعمية هنا بنشيله بنفس التكنيك اللي احنا اتفقنا عليه هنا بيدخل الحضانة بقى اللي هي عملية التهيئة النهائية اتفضل احنا امتى هنشوف الموميوات في المتحف اليوم 18 بإذن الله اليوم 18 ولما بنتكلم على المراحل هل يتقول لي انه فيه صعوبات او فيه يعني اكبر يعني تحديات كانت في الترميم مع رمسيس السادس اه طبعا وفي النقل كانت الملك رمسيس التاني نقل الملك رمسيس السادس ترميم اه لين النقل كان فيه مشكلة بقولت الملك رمسيس التاني بالذات ليه حرقات كتيرة جدا لليدين والرجلين والوسط صعب فالدراسة بتاعته دي استغراكت لوحدها هو الملك ده الواحد اكتر من شعرين ما فيش اي عنصر اينا بيشتغل معانا في خطوة خلص مصر مصر هو انا شرفت اني فضل من عند ربنا ثم توفيق بردك كل التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى ان حطيت الخطة المعينة في 2017 حطيت الخطة وربناك اكرمني بالفكرة الابتقار ازاي تنقل الوحدات دي والحمد لله فضل ما عند ربنا العالم كله شاف طب هو ليه احنا اخترنا الفكرة يعني اخترت الفكرة دي ليه انا كان هدفي في الاصل ان انا هطلع موميا من ناتروجين هعرضها البيئة عادية انت بتدي لها مقاومة المقاومة الطبيعية للناس عشان برضك الناس مش عارفة المقاومة بتقعد بين 6 شهور ل 8 شهور مقاومة طبيعية فانا طب افتراضا دلوقتي فيش حرارة ورطوبة المقاومة بتأثر لي اعتلا في الماكروبولوجيا والحشري لكن الرطوبة والحرارة ايه ظروفهم المقاومة بتأثرش عليهم فكان لازما انقل في غاز خامل ليه معدلة حرارة ورطوبة ثابتة تمام طب انا كان في الاصل ما كانش كنت حاطت بلان ايه ان انا انقل في الوحدة اللي هي زي ما قلت رحضرتك من غير غاز ومن غير اي حاجة عشان اقل الموضوع التكلفة بس عيبة التكنيك بتاعي ده اللي هو بتاع الماجستير ان المميه الواحدة بتقعط 8 شهور في التهيئة فلازما نجنبه دلوقتي تمام فبقيت عندي اوبشن تاني عايز غاز ناتروجين طب الغاز الناتروجين ده عايز مؤهلات لي عايز اتحكم فيه مش مجرد غاز وخلاص فابتديدنا نبعد امالات للشركات المتخصصة في العالم افضل شركة لانها طبعا الشركة اللي احنا اشتركنا معها او حتى هو الاطالية الاطالية هي رقم واحد في العالم تمام او من افضل الناس في العالم هي حتى الشركة المشهورة هي اللي بتديها ناتروجين الشركة الاطالية دي فما جاب لنا الجهاز جابه تبقى للموصفات بتاعتنا حتى ده وفر لك وقت 8 شهور اللي كان المفروض يحصل فيه ده 8 شهور في الواحدة ده وفر لي اعملنا الحقن مثلا والناتروجين كله في 4 شهور هي ما كانتش معروضة المميوات في المتحف في 6 مميوات كانت في المخزنة منها دي اللي اشتغلت انت علي احنا اشتغلنا على كله اه كله بلا استثمار حتى اللي كان معروض حتى اللي كان معروض انت عملت فيه اجزاء كتيرا كده من المعروض كان منفصلة الاجزاء فانت مهمتك الاساسية ان انت تقوي الجسم كامل عشان تقدر تنقل عشان تقدر ترفع عشان تقدر تتعامل اعتقد ان الاجداد راضيين عنك يا دكتور مصطفى اسماعيل الحمد لله جهدك كحفيد للفراعنة في انك انت تحفظ يعني اجسامهم ومميواتهم وعظمتهم وحضرتهم شكرك جدا واشكر كل رفاقك وزملائك من الفريق العظيم اللي عمل لنا حدث عظيم في تاريخنا وفي حضرنا شكرك للغاية شكرك وإلى دكتور محمد الجندي بعد الفاصل هل انت مراقب الاجابة عند دكتور محمد الجندي مراقب طبعا يا فن